أيها الرجال تأيّتها الوخت المسلمة يجب أن نعد أنفسنا لنكون قادة للدنيا ولنكون موجهين للدنيا ولنخرج الناس من الظلمات إلى النور يجب أن نعد أنفسنا بالإيمان بحفظ كتاب الله بالتمسك برسالة الله يجب أن نعد أنفسنا بالعلم للعلم الذي يبني الحضارة ويبني المستقبل ويبني الحياة فالحياة بكل أشكالها يجب أن نعد أنفسنا لنحمل القيم والأخلاق والمبادئ لأن أمة بلا قيم لا وجود له لذلك سهدى الجيل اليوم هو جيل الإيمان وجيل الأيب وجيل الأخلاق وبه سينتصر شعبنا إن شاء الله وبه سيتم تحرير فلسطين تحرير القدس تحرير ياسا وحيسا وعكا قل فلسطين أرض الإسلامية إنها أرض الإسرائي والمراج إنها وقف الإسلامي لا يبني كتير ولا ملك ولا رئيس لن يتنازل عنها فهي لأجيال المسلمين إذا يوم القيامة والمعركة مستمرة والصراع مستمر ترجمة نانسي قنقر